طبعا صباحكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة الابالانتش برمز الاي في اي اكس بسعر واحد وعشرين دولار فاصلة سبعة وتسعين وبوطه العملة بنسبة واحد فاصلة ستة ثلاثين بالمية ماركت كاب تقريبا سبعة مليار اه برانك ارباطاعش طبعا بوليم يومي ستمية واحدة وربعين مليون وبوطه البوليم يومي ستة ثمسة وعشرين بالمية طبعا اللي تابعنا اول مرة يا مرحبابك قناتنا هذه الصفحة قناتنا في التليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار ايضا في نحط تحليل لبعض العملات وايضا عندنا خدمة ادارة الحساب ان ندير حسابك من خلالك طبعا عندنا هذه الصفقة لأحد المشتركين عندنا ربحان ما شاء الله ستة وثلاثين الف دولار من خلال صفقة واحدة طبعا بادارتك الشخصية المهم هذا تشارت عملة اللي هي الافالانت تقريبا بالعملة الاي بي اي خلنا نشوف مبدئيا انا بحط وتكلم اول شي عنها كالمستوى الحالي والمستوى اللي بعيد مبدئيا العملة بعد الصعود الاخير اللي عطتنا اياه وعطت الاختبار ونجحت في الصعود اتوقع هنا كان ثواني بس فلننحط كسر اسبوعي اعتبر ايوه كسر اسبوعي غلبية العملات كلهم كسر اسبوعي لاني نشوف شمعات الاسبوع شوف كلهم كسر تقريبا اسبوعي يعني حتى بعد الكسر الاسبوعي لاني نشوف الاختراق هذا صار في اعادة اختبار لا تمنشوفون هنا بعد الصعود هذا عطتنا اعادة اختبار نجحت في اعادة الاختبار اتسكر على هذا الشكل اتوقع رح نشوف شمعة توصل لهذا المستوى اللي هو منطقة الثمانية وعشرين لغاية الواحدة ثراثين تقريبا من نواها من ثمانية وعشرين لواحدة ثراثين اتوقع عن الهدف بيكون تقريبا المهم طبعا شكل ايجابي نموذج ايجابي للعملة اكثر عن ويد عملات في نموذج الاسبوع حلوين حلوين خلنا نروح لشمعة الاربع ساعات مثل ما قلنا مبدئيا صفقتنا بتكون long تقريبا صراحة في فترة ان تشوفون السوق يطلع نسوا الشورت الشورت ويدرس كاي عملة انت تدخل فيها عادي تنفجر وتروح عكس صفقتك المهم مبدئيا صفقتنا بتكون على هذا المستوى طبعا لو دخلنا الحين برقم صغير او بمكاننا نجزء الدخول على ثلاث مستويات كيف يعني بيكون هذا الدخول اول واحد عسب المثال دخول ثاني عند الترند في مجال يضرب الترند او يضرب المستطيل الاصفر انه يضرب منطقة الطلب ويرتد يعني هي طلب زائد الترند الترند صاعد تقدر نقول ممكن نجزء انه يكون واحد او نص واحد يعني عسيب الثاني ندخل هني بنص بالمية وهني ندخل واحد بالمية اذا نزل في هذا المستوى ندخل بكم بثنين بالمية يعني التوتال يستوي كم توتال يسوي ثلاثة بالمية داخلي بالصفقة والستوبلوز يكون جريب مجرد ما تغلق شمعة الاربع ساعات ادنى منطقة 19.8 ان شاء الله ما تغلق اذا غلقت شمعة الاربع ساعات ادنى هاد المنطقة نسكر الصفقة 19.8 لكن يعني مثل ما قلنا توزيع الدخول ليش انا قلت ندخل الحين عشان في حال لو ارتفعت وندخلت نزلت هنا في هذه المنطقة نعزز اللي هي تقريبا على سعر العشرين فاصلة تسعة اربعة تقريبا نعزز في حال نزل هنا يعني مثلا ندخل هنا بنص وهي ندخل تقريبا بواحد او ايوة وهني ندخل تقريبا بثنين او ثنين ونص حتى نقدر اللي هي في منطقة العشرين فاصلة واحد واحد تقريبا عشرين فاصلة واحد واحد نزيد الكمية لانه بيكون الستوبلوز وايد جريبة 19.8 في حال اغلغت شمعة الاربع ساعات ادنى هالمستوات نغلق الساقة حلوين حلوين اوكي مبدئيا بنقول هدف اول طبعا انا معني ما افضل نحط هدف اول بس بيالله للموم بنحط لا حل قوة بيكون الهدف الاول على ثلاث وعشرين دولار فاصلة تسعة تقريبا هدف اول هدف ثاني بيكون تقريبا 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 خلنشوف بس طبعا silenz قبل كل شي عشان ما نحدد كثيريد هدف ثاني بيكون على ستة وعشرين فاصلة أربعة هدف ثالث بيكون على ثموني وعشرين فاصلة أربعة نرached قبل الشويكنا محددين تقريبا هدف أخر بيكون تقريبا لغاية ال 31 31.4 الهدف الأخر مبدئيا هذا في يعني إذا أنت تبقى تروح مضاربة سواء في الاسبوت أو فيوتر حلوين حلوين هذه الأهداف خلنا نروح نشوف العملة على نموذج الأسبوع والأهداف البعيدة للعملة وطبعا هذه من العملات القوية جدا 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 في مجال الكريبتو يعني من أفضل وأقوى العملات في مجال العملات الرقمية حلوين حلوين خلنا نشوف لا نحط الامتداد أفضل الامتداد يعطينا شكل أوضح مبدئيا الامتداد أنا شوفها يعني يشوفه القمة اللي طافت اللي كانت في البول ماركت السابق كانت القمة 150 دولار تقريبا 149 47 المهم من المتوقع أن ينصل الأبالانش إلى 300 دولار 320 330 هذا الحدود فمن المتوقع نشوف من تقريبا من سعر 300 لغاية 330 تقريبا اللي هي عملة الأبالانش في البول ماركت القادم بول رن عفوا يعني دبل السعر ضعف سعر اللي هو الحقل بول رن اللي فات فمش مستحيل ومش غريب ومش بعيد يعني العملات كلها برح تشوفونا برقام مستحيلة يعني حتى برح ما تتوقعون الأرقام اللي شوفونا يعني عادي حتى يكون ضعف هذا الرقم اللي أنا أتكلم فيه يعني أنا ما نقول 300 دولار عادي يكون 400 500 ما استبعد لأن الناس اللي رح تدخلها الحين في البول رن هذا الماركت كاب رح يكبروا بشكل مش طبيعي يعني كيف يعني حين أنا أباشرة حكتا يعني لو تشوفون كل أسبوع وكل كم من يوم تشوفون ناس يداد تدخل في المجال كل ما لها ناس يداد ناس يداد فالقيمة السوقية تكبر أنتوا فهمين علي المبالغ يستزيد فلين ماتي يعني خلال سنة سنتين ثلاث الناس تزيد فالبول ماركت اللي بعده بعد بتشوفون الماركت كاب يكبر للعملات الرقمية بشكل عام فكذينكو خلصنا تقريبا يعطيكم العافية ومفجي خير